عند أتباعه هذا من الكذب البين وإن شاء الله تكون حلقة حول مدعي النبوة إذن الواجب الأول أن نؤمن به على أنه رسول من عند الله الواجب الثاني هو الذي ذكر في قول الله جل جلاله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمن بالله ورسوله الواجب الأول الذي قلناه الإيمان به لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة ما معنى تعزروه من الإعزاز يعني تعزوه ما معنى تعزروه يعني تعظموه يعني تحترمونه وأقصى ما يأتي به هذا الاحترام كما قلنا في الحصة الماضية يعني لا تعتقد ألوهيته وعظمه كما تشاء دعم دعته النصارى في نبيهم وحكم بما شئت متحا فيه واحتكمه إنا أرسلناك شاهدا ما معنى شاهدا أي أنه يشهد لأمته ويشهد على أمته ومبشرا البشراء هي نقل الخير للغير البشراء هي نقل الخير للغير النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليبشر من أطاعه والإنذار لمن عصاه إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمن بالله ورسوله وتعزره التعزير هو التعظيم وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام من الواجبات عليه الصلاة والسلام ليس من المستحبات وليس من السنن لتعزره فعل أمر وفعل الأمر هو طلب الفعل للوجوب أي أن تعظيم النبي في كل أشكال التعظيم التعظيم وهو ذكره بالسيادة ذكره بالسيادة ليس من الأدب أن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام هكذا بإسمه كما يقول البعض قال محمد وثبت عن محمد لا وإنما نقول ورسول الله ونبي الله وسيدنا رسول الله يعني أن يذكر بالتعظيم ألا يتقدم بين يديه يعني إذا ثبت الحديث صراحة وكان صحيحا واجب العمل به لا أحد يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم شريعته تعظيم شريعته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم من تعظيم النبي محبته سيدنا عمر رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله إنك لا أحب الخلق إلى قلبي إلا من نفسي فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك ومالك وولدك فيقول سيدنا عمر والله يا رسول الله أنت الآن أحب إلي من نفسي